السلام عليكم و أهلا و سهلا بكم في فيديو جديد و مطب جديد في هذا الفيديو سوف نتحدث عن عطر By The Fair Place من ما يسمى مارجيلا و أبضل بديل متوفر حاليا بالأسواق أمير العود إنتين الصعود من لطافة نبدأ على بركة الله نرى التقديم على السريع أمير العود من لطافة بقلبة كارتون بسيطة جدا أمير العود بالعربي الباتشكوت تحت اللازق الليزرية حجنب شيء كثير بسيط الزجاجة كثير تقيلة سميكة كمان أمير العود أعطوها بشكل مايل ما بعرف كيف عملينه ووزن تقيل الغطة كمان كثير تقيل برأيي الشكل مو الأفضل أو الأحلى كان ممكن يكون أحلى الآن نرى By The Fair Place الزجاجة كثير بسيطة بس كمان كثير أنيقة برغم بساطة إلا أنها جزابة وأنيقة ومن الشغلات الحلوة المكتوبة هنا ووصف العطر أنه موموري فريغرانس ذكرى في عطر شغلة كثير كثير حلوة لأنه By The Fair Place هو جزء من مجموعة عطور تستحضر أو تنقل صورة أو جو معين وترجع للذاكرة يعني عندهم كثير عطور هو جزء مننا مثلا لما توقف المطر تحت شجرة الليمون وقت الربيع بالحديقة سوق الورد وفي عندهم الحلاء ومهرجان الموسيقى وكما العطور المعروفة الزجاج كلاب والكوفي بريك والذكرى اللي بنقلها By The Fair Place هون هي كثير كثير لوحة حلوة ورايئة إنسان بشغل نار قاعد مريح راسه حابب يرتاح و عم يستمتع بهالنار الشاعلة و بريحة الخشب المحترق و عم يشوي كستنى جو استرخاء جو ريكس إنسان حابب يريح راسه و نجع على راس الدنيا كله قاعد بحاله مبسوط قاعد ليريح راسه قاعد ليستمتع قاعد محاله جو جو كثير كثير حلوة العطر الآن العطرين أخذوا معي وقت بظن كافي و جيد بالمقارنة لكو متأكد من النتيجة اللي رح أخبركم إياها الآن By The Fair Place لما تجربوا من أول بخاء انت لو مو معرفان شو اسم العطر مسكت الزجاجة و بخيت و عم تجرب رح تجي مباشرة الصورة بذاكرتك يعني رح تجي ريحة ببالك دغري ريحة الخشب الفاخر خشب جيد فاخر مع شوية سويتية حلاوة موجودة بالخلفية من الفانيليا يعني فيني قول العطر سموكي و ودي طخاني و خشبي السموكية هون جاي من الخشب و من البخور أو غيره هلأ بعد فترة بيهضى العطر شوي بتزيد الحلاوة بطريقة كتير راقية وانسجام كبير هلأ هون به المرحلة على الواقع شو بيكون عم يصير هلأ عندنا خشب عم يحترق ماشي بعد فترة ما بيصير محطوط الكستنا على هالنار فيها عندنا ريحة خشب عم يحترق فيها السموكية من الخشب بعدين بلشت قشرة هالكستنا تحترق فانضاف هي خشب قشرة الكستنا فبتنضاف لمسة وودية خشبية على السموكية الموجودة وبلشت بعدين هالكستنا تفتح وتستوي فبتنضاف كمان حلاوتها لحلاوة الفانيليا فكيف صرت الصورة؟ خشب عم يحترق بعد فترة نضافت له الوديين احترق قشرة الكستنا فتحت حبة الكستنا استويت من جوة أعطيت حلاوة تنضاف لحلاوة الفانيليا العطر جريء جميل حلو كثير رغم السموكية اللي فيه لانه ما بيزعج اللي حواليك بيجيب مديح بيجيب إطراءات فيه فن كتير راقي وزوق كتير عالي واحترافية كتير كتير عالي الاحترافية اللي فيه انه كيف عم يحول لك عطر للوحة متكاملة للفيلم عم تشوفه قدامك شيء كتير رائع قم بالإبداع عشرة على عشرة باختصار شديد هلأ منشوف أمير العود ولا ننسى انه هون عم مقارن أمير العود لا يتحدث عنه كعطر مستقل يعني يعني ما بتمنى ان يؤذل مو بس هون عم نقارنهم ببعض هلأ أمير العود مع الافتتاحية أنا بخيت كتير وجربت كتير بس حرد نشوف كمان الافتتاحية ناحكم الأمير العود ضايفين عود يعني انه أمير العود أكيد فيه عود وحاطين العود بالافتتاحية وبالقاعدة هلأ بتشوف العطر سموكي أكتر في العود أكتر وكمان السويتية بطريقة غير غير الطريقة الموجودة هون هلأ السويتية الحلاوي جاي أكتر مو عن طريق فانيليا أو عن طريق تونكا هون السويتية جاي بطريقة سكرية ريحة السكر المكرمل السكر المحروق واخد كمان ريحة الريحة الطبية هلأ يمكن العود هو اللي يعاطي هذا الشيء طبعا الـ DNA طبع لطافة المميز للطافة يعني الناس اللي عندها شوية خبرة بالعطور الشرق أوسطية بتفهم شو قصد يخصوصي عطور لطافة هلأ في موجود الـ DNA طبع لطافة يعني مثلا نزمارق معك كان اسموه هذا العود مود طريقة السكرية اللي فيه الحلاوي اللي فيه نفس الطريقة الموجودة بأمير العود هو نفسه الـ DNA طبع لطافة موجود هون هلأ هون فيني قول العود يعني العطر هاد أمير العود العطر صار عودي فيه عود عودي وودي سموكي سويت بينما كان سموكي وودي سويت سموكي خشبي حلو بينما أمير العود كمان فيه عود يعني عودي وودي سموكي سويت هلأ فيه شغلي كمان انه دايما أول بخة نبهكم عنا دايما أول مخة الموجودة هون بالـ هاي لما تبخ أول بخة بيعطي ريحة مختلفة فأنا دايما أبخة أبخة على حالي أبخة بالجو أول بختين بعدين أبخة على حالي منه طيب الآن زيبنا نحكي عن الريحة يعني بخينا بـ على إيدنا اليمين وأمير العود على إيدنا اليسر أول بخة أول لحظة تسألني أنا دول بيشبهوا بعض؟ بالأكل ما بيشبهوا بعض ما في شبه يعني دول عطرين مختلفين من أول بخة طيب نستنى ربع ساعة خمسة عشر دقيقة هون بيصير فيه تشابه وبيطلع معك التشابه يعني إلى نسبة عالية دغري اللي بيطلع للستين تقريبا ستين بالمئة ستين سبعين بالمئة بعد الربع ساعة بيصير فيه تشابه يعني إذا بتشبه لك فيه شبه فيه شبه لبعضهم أول بخة هذا الشي ما بيكون موجود لأنه بعد تقريبا ربع ساعة بأمير العود بيبلش يعطينا الفايب والريحة القريبة لريحة الكستنى الموجودة ببيتا فاير بليس هلأ هي أول ربع ساعة ارتفعت النسبة لستين لسبعين بالمئة بس بعد ساعة تقريبا لما يصير عنا الدرايداون ويهضوا العطرين هون النسبة بترتفع تقريبا لثمانين لخمسة وثمانين بالمئة بس يهضوا العطرين بيقربوا لبعض أكتر هلأ قد نتحدث عن الأداء الثبات والفواحان هون الكفة راشحة لأمير العود يعني أمير العود يعني أمير العود بيعطيك عطر بيثبت لمدة طويلة مو بيستمود انه فواحان بطريقة قوية جدا او انه العطر الوحش لا بس بيثبت لفترة كتير طويلة و جيدة يعني يعطيك عشر ساعات تقريبا فواحان جيد لساعتين على اتياب بيضل بيضل مدة منيحة يعني اكتر من يوم يعني اللي تنغسل طعمه ممكن يضل موجود عليها بس الفواحان متل محكيت تقريبا ساعتين فواحان جيد على البشرة بيعطيك تقريبا عشر ساعات هلا بيضل فير بليس بيعطيك ست سبع ساعات تقريبا مع ساعة ونصف فواحان جيد فواحان جيد يعني من ناحية الأداء امير العود أداء으�程 أكتر وصلنا لنقطة السعر بهوان كمان اللي يكتب هو امير العود سعر ميت ميلي من امير العود تقريبا وعندنا بأěروبا عشرين يورو بينما الميت ميلي من باي ذا فير بلس أفضل سعر ممكن تحصي عليه هو الميت يوروف عشرين بالمية من سعر باي ذا فير بلس أمير العود أوفر بكتير ومثل ما حكيت يعني من ناحية الآن السعر والأداة بيكسب أمير العود أنا ما بتمنى أن يكون ظلمته لأمير العود بس أنا هون قارنته بباي ذا فير بلس بس هلأ نحكي عنه كعطر مستقلة العطر كويس العطر جيد ما بيعطي أحساس أنه العطر رخيس وبهالسعر يعني نقطة السعر يعني عطيته قوة كتير كتير صفقة كتير ربحة ما في عطر بهالسعر بيعطيك هيك أداء وهيك ريحة العطر ما بيعطي إحساس ابنه بأنه عطر رخيس أو عطر مجيد ومن العطر يعني يليه كاركتر ويضل بالزاكرة ويليه شخصية قوية طبعا هلأ العطرين ما بنصح تشتري بدون ما تجرب وأكيد أكيد إذا بتحب العطور الفريش أو الكلين أو هدول العطرين أكيد مو إلك هلأ أنا شخصيا أنا مفضل كجمال الرائحة أكيد بايد الفير بليس الريحة أجمل بكتير بالنسبة إلي وفيها احترافية كتير عالية الريحة رائعة بس هذا الشي ما بيغنيك عن أمير العود هلأ أمير العود بيستخدمه بالجو الخارجي برا طالع مشوار يعني الجو اللي برا البيت أما إلي أنا شخصيا حابب استمتع بالريحة حابب أعود أعود ريلاكس شوف فيلم عم بقرة كتاب مستمتع عند المساء الجو كتير بارد برا خلاص يعني مثل لهم نقول بالعامية حابب كم كير بالبيت خلاص ببخ بايد الفير بليس وبعد بيستمتع فيه أن الاستمتاع الشخصي بايد الفير بليس أروع بكتير أمير العود للجو الخارجي مناسب بالنسبة لأنه أداءه كتير أقوى بيثبت أكتر فممكن تستخدمه برا البيت بينما بايد الفير بليس وأنا بحسه للإستمتاع الشخصي أكتر وهيكو وصلنا لنهاية المقطع بتمنى الفيديو يكون عجبكم قدام لكم معلومات مفيدة ويا ريت عزيزي المتابع إذا مجرب للعطرين أو واحد منهم شاركنا كمان تجربتك مشان الكل يستفاد ولا تنسوا دعمي باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر